أعطيكم العافية الوصف اليوم فخار الدجاج بالخضر بتنجرة نزلت شوي من زيت النباتي معلية الخروف حتى تعطيني شوي من التسامة بعدها نزلت عليهم بصل شرحات بعد ما تتدبل معي البصلة رح أنزل عليهم مكعبات من الدجاج في حال مش متوفر عندك مكعبات الدجاج فيك تضيفي قطع دجاج كاملة بعدها رح أنزل التوم المفروم مكعبات من الجزر شرحات من الفلفلة الحلوة وآخر شي رح أضيف مكعبات من الكوسة والبيتنجان والبطاطا المقليين من نص قلية كل هاي الخضار هون عندك اختياري فيك تحط الإشي اللي انت بتحبيه بعدها رح أنزل عليهم صيو سوس مقدار معلقتين لثلاث معالج من ربق البندورة للسلطة رح أستخدم عندي بودرة كنور حضيف عليها توم بودرة بابريكا معلقة صغيرة من البهارات الفجيتا ومعلقة صغيرة من البهارات السبعة رح أخلط كل هاي المكونات مع المياه المغلية ورح أضيفهم فوق الخضار والدجاج الموجودين معي بهاي المرحلة رح نوط الغاز أو طائشي ونقلي الخضار والدجاج يستوى على الهدى العجينة لأمامكم هاي هي عبارة عن طحين وميسخن ورش من الملح بس بعد ما دخناهم وسكرنا العجينة رح نغطيها بالبيض هرش على وجهها سمسم وقصحة رح أدخلها على الفرن لدرجة حرارة 200 من 10 دقائق ربع ساعة طبعا هاي النتيجة بعد ما طلعت أتمنى تكون طريقتي عجبتكم ويعطيكم ألف عافية لا تنسوا تدعموني باللايك والكومنت وتعملوا متابعة لانستجرام والاشتراك بقناتي باليوتيوب